مفيش واحدة عادة من قدام الصفحة دي وشافت الوش ده إلا وهي عارفة ولاء عبد الرحمن الأروبة بتتكلم في موضوع الخلفة كتير فبرضو الفيديو ده أنا جاي أقول لكم اتنين كفاية والمفروض إن أنا ما أتكلمش في الموضوع ده تاني لإن أنا كلمتكم عنه كتير بس هنعمل إيه؟ في ناس ما بتتعلمش غير بالتكرار وفي ناس أسوأ ما بتتعلمش غير بالغلق الناس بقى دول أنا جاي لهم الفيديو ده ليهم هما اتنين كفاية بقى لي يا ست إنتي وهي علشان تتنيلي تعرفت ربيهم كويس الزمن ده مش بتاع تجارب الزمن ده بتاع الخطوة المحسوبة فبدل ما نروح لآخر الشارع ونكتشف إن في حفرة أنا جاي أقولك إن في حفرة من دلوقتي علشان رجلك ما تعتبش الشارع ده أصلا شارع إيه ده بقى؟ شارع الخلفة كتير حماتك اللي بتقولك هتلي التالت علشان أسميه صبري على اسم جدو السادس عشر ملكيش دعوة بيها واختجوزك اللي بتقولك إنتي عندك ولدين خويهم ببنت دي قفل البف وشه وما تفتحهوش تاني أمامك بقى اللي بتقولك معاكي بنتين خويهم وهاتي الواد قولوا لها بصي على خلفة الولاد اللي عندك الأول بعدين اتكلمي وجارتك اللي سايب عيالها ووقفة مركزة معاكي إنتي إنتي جبتي وإنتي وديتي دي ماينفعش معاها غير العزاء عزلي وسيبيها أنا ليه بقولك على الناس علشان الناس دايما هي اللي بتزق في الموضوع ده وهي اللي بتحشي دماغنا فأنا بقولك خليكي عقلة وما تسمعيش لكلام حد إنتي قدرى بيتك وظروفك وعملتلك أصلا قبل كده فيديو قلتلك ما تخلي فيش فيه غير بعد سنة علشان تكوني تأكدت أنت مكملة في الجوازة ولا لا خلاص تأكدت أنك مكملة يبقى هما اتنين كفاية وعلى الأقل سيبي بين كل عيل والتاني سنتين تلاتة عشان تكوني خدسي نفسك مبادرة اتنين كفاية تبع وزارة التضامن الاجتماعي وهي هدفها إن احنا نقلل من الزيادة السكانية وترفع وعي الأسرة المصرية علشان أفهمكم إن الزيادة السكانية بيتاكل إزاي الإنجازات تعالوا نتخيل أسرة من عشرة عايشة في شقة الأكل والشرب والمية والكهرباء والحتة اللي بنام فيها تخيلوا هتبقى عاملة إزاي كل واحد هيبقى نصيبه أي كلام تخيلوا بقى لو نفس الأسرة دي زوج وزوجة وعيلين كل واحد هياخد حقه تلت ومتال بصي ما تفكرش في نفسك بس تفكري في نفسك وفي اللي حواليكي لإن العالم ما بقاش فيه مكان حنية يلا روحي شوفي هتعملي إيه للغدا وأنا أكمل الفاصولية